وصل مجلس النواب جلساته حيث ناقش 56 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى كما تضمنت الجلسة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المواجهة لوزيرة البيئة حول استراتيجية الوزارة لمواجهة تغيرات المناخية جلسة جديدة لمجلس النواب استهلها رئيس المجلس المستشار دكتور حنفي جبالي بإحالة 56 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة للنظر فيما ورد بها من توصيات كما تضمنت الجلسة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المواجهة لوزيرة البيئة حول استراتيجية الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية آليات اللي بتتباحها الوزارة لمواجهة التلوث البيئي بشكل عام خصوصاً ان تلوث الهواء في بعض المدن بيصل ان هو يتخطى النسب والمعايير العالمية ايضاً الاجراءات المتعلقة بملف حماية الشواطئ سواء العامة او الموجودة داخل الكرة السياحية وزارة البيئة بالتوسع في تركيب محطات لرصد جودة الهواء على مستوى الجامورية والتوسع في الرقابة من خلال فرق التفتيش على المنشآت الصناعية والمتابعة الدورية لها والاصراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بجميع انواحها وفي ردها على استفسارات النواب اكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ان الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية عبارة عن خطة تقوم بها الدول المشاركة في الاتفاقية لتوضيح خفض الانبعاثات واشرت الى ان مصر تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ كل ما يؤدي الى مواجهة التغير المناخية هذا وقد وفق مجلس نواب خلال جلسته على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الترتيبات بين مصر وكوريا الجنوبية بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي وكذلك قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنكي الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السك الحديد طنطل منصورة دمياط أنا لما تفحصت وجدت القيمة الحالية للقرضين طبعاً لما يكون قرض بيتسادد على 40 سنة وفتر السماح 10 سنين وبسعر فايدة 15 لقطة أساس مش محصر ربع في المية يعني 15 من 100 في المية يعني تقريباً شبه لما بحس بالقيمة الحالية هلاقيه أن المنح جوه القرض واليسر اللي جوه القرض يوصل لحوالي 85 في المية وخلال الجلسة تلقى المجلس رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ المسشار عبدالوهاب عبدالرازق بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد ومشروع القانون المقدم من أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون لسم صندوق قادرون باختلاف ترجمة نانسي قنقر